احنا محتاجين ان احنا نفكر في شويتين تلاتة في احنا نعمل ايه؟ هنعمل ايه مع اولادنا؟ ولزاك المربي لازم يبقى عنده ادوات من اهم الادوات ودهات اللي هنختم بيه فقرتنا دي لازم من اهم الادوات التواصل والمشاركة والحوار بالله عليكم كفاية كفاية ان اولادنا يتعلموا بلا حوار احنا محتاجين ان الاولاد لما يجوا يتكلموا محدش يقولوا مخراسه ولا حد بلاش فكرة ان انا اعارف مصلحتك طيب هو امتى هيعرف مصلحته؟ مش لازم يجرب عشان هو كمان يعرف مصلحته ولا انت عارف مصلحته فهو مش من حقه انه يمارس اي حاجة يبقى اول حاجة التواصل والحوار عاودوا اولادكم ان هم يقولوا رأيهم بحرية مش بسوق ادب هو لو تعاود انه يقولوا رأيهم بحرية هيستمتع بهذه الحالة ومش مضطر ان هو يتعدى على الاب يتعدى على الاب وعشان هو يحسسه ان هو موجود فينادي الابو باسمه نغير ما يقول له اي اسم تاني فيه احترام وتقدير طب هو بيعمل كده ليه؟ حاسس ان هو ليه حق مش واخده هو حق ان هو يتكلم حق ان هو يعبر عن رأيه الحاجة التانية الادات التانية لازم نتيح التجربة لازم اولادنا يبقى عندنا اداء اسمها اداء التجربة الاداء اللي بعد كده اللي احنا لازم نعملها هي اداء مهمة جدا جدا لازم تربوا اولادكم على الحلم حلم ليهم والحلم البلدهم والحلم المجتمعهم والحلم الأسرتهم اداء مهمة ان الاولاد يبقى عندهم حلم عشان يبقى عندهم شغف لازم تتعودوا في كل حاجة بيعملها لازم يبقى عنده غاية لازم يبقى عنده حاجة عايز يوصلها فالولد يتعلم ده الأداء اللي بعد كده لازم تخلوا الأولاد يحاكوا يحاكوا الطيور يحاكوا النماذج المحترمة يحاكوا كمان الناس مش عايشين في زمانهم لكن يحبوهم لازم تتعلم الأولاد يحاكوا النماذج الرائعة الجيدة عشان يطلعوا الأولاد عندهم سموه في الأخلاق وآخر حاجة أظن أن احنا مهتمين جدا 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 أن أولادنا كمان يبقى عندهم نية أنا ليه ما قلتش أن النية دي أصل من الأصول لكن قلت أن النية دي أداء من الأدوات لأن النية دي هي اللي هتفتح قلوبهم ولازم تعلموهم طول الوقت أنه قلبه المليان قيم لازم يعيش بيه حالة اللي جايه عن التكلم عن الأخلاق وعن نتكلم عن أهم الأخلاق المركزية اللي احنا عايزين نتكلم عنها وإزاي عن يقدر نغرسها في أولادنا يا رب احنا فتحنا الباب وإحنا عارفين أن أولادنا دولا مش ملكنا احنا عارفين أن أولادنا دولا ملكك يا ملك يا عظيم يا جليل وإنت أرقف فينا أن احنا قلوبنا تتوجع على إحنا أن نستمر بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين فيها دي ويطلع أولادنا يعانوا نفس المعاناة أو يستمروا على خط المعاناة اللي احنا شايفينها دي فيطلع أولادنا ما يقدروش يرسموا مستقبل جديد يليء بهذه النعمة اللي هي نعمة الطفولة يا رب اجعلنا ممن يقدرون نعمة الطفولة لأن في الحقيقة الأطفال هم أفضل ما فينا أحلى ما فينا ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشاد لنكون عونا لأطفالنا على أن يكونوا قادة لحياتنا إلى النور والصفاء والحكمة والرشد والسعادة